هذا وقد أكد الكاتب في صحيفة أخبار الخليج محميد المحميد أن الممارسات القطرية مع الصيادين البحرينيين قبل القمة الخليجية هي ذات الممارسات إن لم تكن أكثر بعد القمة الخليجية الممارسات القطرية مع الصيادين البحرينيين قبل القمة الخليجية هي ذات الممارسات إن لم تكن أكثر بعد القمة الخليجية وإعلان وبيان العلا وهذا الأمر يكشفه الواقع وما حصل مؤخرا مع المواطن سامي الحداد وآخرين ويفضحه كذلك الموقف القطري السلبي مع الدعوة الرسمية البحرينية لبدء المحادثات الثنائية بين البلدين حول القضايا والموضوعات المعلقة تفعيلا لما نص عليه بيان العلا قد يتصور البعض أن إفراج السلطات القطرية عن عدد من الصيادين البحرينيين خطوة نحو عودة المسار الطبيعي ورغبة في حسن النواية ولكن هذا الأمر تنسفه الممارسات القطرية مع الصيادين البحرينيين وما لقوه من سوء معاملة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان فضلا عن استمرار السلطات القطرية في قطع أرزاق الصيادين البحرينيين واحتجاز القوارب والبوانيش البحرينية التي يبلغ عددها خمسين قاربا السبب الوحيد الذي جعل السلطات القطرية تفرج عن الصيادين البحرينيين هو الموقف الحاسم والحازم للقيادة البحرينية الحكيمة أمام استمرار التهديد الصارخ للمواطنين البحرينيين ومصالحهم من قبل قطر حتى اللحظة لا يوجد أي ضمان لعدم تكرار الممارسات القطرية مع الصيادين البحرينيين والانتهاكات الحقوقية معهم تماما كما لا يوجد أي مؤشرات للتزام قطر مع ما جاء في بيان وإعلان العلا في المقابل تواصل مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تأكيدها وحرصها على تماسق منظومة مجلس التعاون والحوار المشترك ودعمها لكل الجهود لتعزيز مسيرة المجلس بما يخدم الشعوب والتطلعاتهم وقدمت مملكة البحرين حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية ولكن يبدو أن أصحاب القرار في قطر يمنون النفس لتطورات وتقلبات سياسية في المنطقة والعالم وتلك أمنية لن تتحقق لتؤكد قطر من جديد عدم سلامة وصوابه رأي وموقف كل من راهن على عودتها للعمل الطبيعي واحترام قرارات القمة الخليجية والالتزام بما تعهدت به ووقعت عليه لسبب بسيط وهو أن قطر هي هي قبل وبعد بيان واعلان العلا لا يوجد فرق